السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا ويهلا وسهلا طبعا هذه كومة السماد العضوي ونحن نعالجه طبعا تقريبا لمدة شهر شهرين حسب الإمكانيات المتاحة السماد العضوي هذا عبارة عن مخلفات دجاج أغنام وحمام أيضا بين فترة والثانية نجيب معدات سواء الشيول لو كان عندك عمالة ممكن تقلبه ولكن مزعج بهذا القدر على العمالة لكن أنا أجيب المعدات اللي هو الشيول وأخليه يقلب السماد بين فترة والثانية على رأس كل أسبوع أعمله تقليب أرفع السماد الأسفل للأعلى والأعلى ينزل للأسفل وهكذا أيضا ممكن أن يضاف له اليوريا للاستعجال أو الإسراع في عملية التعقيم أو التخمير طيب إحنا راح نتأكد هل عمليتنا هذه جيدة هل هي بالشكل الصحيح أو لا راح نعمل حفرة هنا ونشوف الحرارة هل يوجد حرارة أيضا بين فترة والثانية نضيف له الماء من أجل أنه يتشرب بشكل جيد وراح الآن نخلي العامل ليحفر عندنا هنا حفرة بسيطة ونتأكد ونشوف هل تعال أحفر هنا أحفر هنا بسم الله تحت تحت طبعا حنا حريصين على الداخل طبعا شكوا اللون بدأ يتغير نحن الآن نشوف الحرارة هل يوجد حرارة في الداخل وهل هو حار جدا بسم الله نعم ما شاء الله حار جدا حرارة مرتفعة ويبدو لي أنه لو نزلنا إلى الأسفل راح نجد حرارة أكثر بهذه الطريقة نستطيع أن نتأكد أن عملية الكمر تبعنا بشكل صحيح نحن وضعنا السماد على أرض مستوية وبدأنا بالتقليب رأس كل أسبوع خلال فترة شهر شهرين بين الله سبحانه وتعالى راح يصبح السماد جاهز بعد ما يصبح السماد جاهز ممكننا نستخدمه في الأراضي الزراعية عندنا نبدأ نضيفه إلى الترب ونقلبه مع التربة نعملنا هنا الزراع بسيط والحمد لله لو تلاحظون فيه بوادر تلاحظون ما شاء الله بداية طالع جديد سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته